موسيقى طب السلام عليكم شبابتا يا سنوي النهاردة هنحل مع بعض اكسرسايز 3 و اكسرسايز 4 في الالجبرا هنبدأ الاول باكسرسايز 4 اه السؤال رقم واحد الراجل بيقول ايه انا عرف انه كله جري حطاها على الكالكليتور يعني لسا ما شو عامل زيكم انا هاعتبرها اريسماتيك سيكوانس ليه اصلها اريسماتيك فلو جيت سألتك الديب كام هتقول لي الديب 2 كوفيشنت الان هتقول لي هنا اسمها ار مش فرقة يعني عادي يعني ان ار وريفر عايز اجيب الايه اللي هو اول تيرم هتقول لي التيرم رقم واحد يبقى نحط الارب واحد 2 باي 1 بلاس 1 تطلع الايه بكام بثري ادي الايه ادي الدي فاضل لي حاجة واحدة اللي هي الان هو هيجمع كام تيرم هيجمع خمسة خلصانا كده بقى اخش على قانون الاس ان اس ان اقوال ان اوفر تو يعني فايف اوفر تو افتح براكت تو باي ايه يعني تو باي سري ادي سكس بلاس ان ماينس وان يعني فور في الدي الدي اللي هي كام اتنين وابدأ اشتغل كالكليتور دلوقتي احسب الحزبة دي ستة زائد افتح فتح كالكليتور بسم الله والله ازا كنت احسبتها ببماغه اصبعه ستة بلاس اربعة في اتنين الكلام ده كله ملتبلاي خمسة على اتنين تطلع سيرتي فايف اللي انت لو عملتوها كسامشن نوتيشن اصلا على الكالكليتور هتطلع من الاول سيرتي فايف السؤال التاني بيقولك يا باب هو انت لو عايز تعمل ادنج لمسألة زي دي فور ناين فورتين مبدئيا احنا هنبدأ نجمع من كامت احنا هنبدأ نجمع من اول تيرم اللي هو اربع وتسعة واربعتاشر لحد التيرم رقم فايف انو ماينس وان فانت هتقول لي اول تيرم هو التيرم الاول يبقى الارب وان ده بداية كده بسم الله الرحمن حين فتح كلام لحد ان لان احنا هنجمع عدد ان من التيرمات ما نعرفوش والفانشن بتاعت اسمها فايف ار ماينس وان زي ما هو ما كتبها بالزبط يبقى انت هتجمع من ارب واحد لحد ارب ان لخمسة ار ماينس وان كل ده الجد لسه مبدأش استيل بيسألني عن value series d by using the summation notation هم كام تيرم يا معلم واحد اتنين تلات اربعة يبقى هو هيجمع من واحد لاربعة طيب اختار انهي واحدة بقى فيهم هو الديب كان في المسألة دي السبعة بقت اتناشر يعني plus 5 الدي ب5 يبقى هي 5R لان الدي كوفيشنت الار اكيد هتبقى اول واحد طب فين بقى بداية الكلام الجد بلاية الكلام الجد بيقول لي مجموع الارقام في هذه السيقونس starting from the first term تعالى نبدأ نطلع ال a وال d ال a equal 3 اول term وال d equal 2 هيوصل لحد تيرم اسمه 2n plus 1 starting from the first term انا لو جيت قلتلك قانون بتاع ال s n equal n على ال 2 افتح براكت 2a plus n minus 1 في ال d تعالى كده يا رئيس نشوف الكلام على ايه في هذه المسألة الكلام فهزين مسألة اني بقول s n equal n over 2 ال a بكام ب3 2 by 3 add 6 plus n minus 1 في d اشيرت دي وحط 2 ووزع تبقى 2n minus 2 بقت كام n over 2 ودي البراكت اللازيز بتاعي 6 minus 2 يعني 4 plus 2n اخر حاجة هعملها هدخل التوب الدفايد تحت الاتنين دول فهتبقى 4 over 2 اللي هي باتنين plus 2n over 2 اللي هي n فهتبقى n مضروبة في 2 plus n سؤال خمسة the first term of an arithmetic sequence is 12 هتقول لي يبقى l a equal 12 حصل قادل ايه بتناشر and last term دا ال n يا معلم negative 26 and the sum of its terms دا ال s n sum الترمات كلها بيساوي كام negative 140 انا هخش عوض في قانون ال s n واشوف الكلام على ايه هروح قايل s n equal n over 2 افتح براكت a plus n يلا نعوض ال s n كام negative 140 equal n على ال 2 افتح لبراكت يا رايس ال a by 12 وال l ب negative 26 عايز اجيب ال n سهلة هعمل cross multiplication negative 140 multiply 2 over 12 minus 26 دا ال n احسب الحزبة دي negative 142 negative 280 على 12 وعش تطلع 20 تطلع n equal 20 جامد جبت ال n بس انا مش عايز ال n انا عايز اديه عشان اجيب ال sequence قول لي طب ما تعوض في قانون ال n اللي هو l minus e over d plus 1 يا عم نعوض ال n بكام 20 ال 1 دا هيروح بال minus minus 1 equal l اللي هو negative 26 minus a اللي هو 12 over d جبت ال d بال cross multiplication اضرب الكلام ده 1 over 19 تبقى negative 26 minus 12 over 19 تطلع d ب negative 2 يبقى السيكونس بتاعتي بدايتها 12 وبتقل اتنينات يبقى 12 10 8 and so on لحد اخر term negative 26 اللي هو اختيار d 12 10 8 ماشي فيه طبعا واحد ناقص هنا يبقى موجود في الكتاب ان شاء الله المفروض يعني على حد قول الناس the sum of terms in arithmetic sequence قولي دي سهلة دي دي هلس ليه اصل ال a ب89 حلو طحفة وال l lost term ب33 طب ال db كام ال d اللي هو command difference بتاعهم 89 بقيت 85 دي بتقل اربعات يبقى ال db negative 4 او ممكن اجيب ال d اللي هو اعمل اي term منس الترم القبله عطلان على ال n اللي لازم يبقى معي n عشان احل طب ما ال n equal l minus a over d plus 1 قانون ال n المشهور الاخير minus الاول over difference وما تنساش plus 1 في الاخر 33 minus 89 over negative 4 plus 1 طلع ال n ب 15 حضرتك هتجمع 15 term اكتب قانون ال s n n اللي هو 15 على ال 2 قطح براكة a plus l ال a by 89 وال l 33 هحسب الحزبة لقيت حالا واشوف الانصر بتاعها طلع بكام 15 over 2 multiply 89 plus 33 915 اجابة دي 950 اللي بعده نفس القصة تاني sum بتاعة ال arithmetic series هتقول لي ال a ب كام هرد عليك وقولك ال a ب 2 طب ال d ب كام بسري بتزيد ثلاثات وال l اللاستي تر 62 اخش احسب ال n l minus a over d plus 1 يعني 62 minus 2 over 3 plus 1 يبقوا 21 طب ايه قانون ال s n n على ال 2 افتح براكة a plus l يعني 2 plus 62 2 2 plus 62 multiply 21 over 2 تطلع 672 672 اختيار دي برضو اللي بعده بيقول لي the sum of the first 30 terms from the arithmetic sequence عايز مجموع اول 30 term يعني ال n بتلاتين هيجمع 30 رقم من السيكونس الاتية هتقول لي يا مستر انتقل لنا ان ال d هو كوفيشنط ال n حصل اللي هو باتنين طب عايز اجيب ال a ال first term احط ال n دايما لو عايز اجيب ال a اعوض مكان ال n ب 1 2 by 1 plus 3 تطلع ال a ب 5 يا معلم اصبح معايا قانون ال s n التاني اللي هو n over 2 افتح براكة 2 by a add 10 plus n minus 1 n minus 1 يعني 29 multiply it d اللي هي 2 احسب الحزبة اللطيفة دي 15 برا مضروبة 10 plus 29 by 2 10 20 يبقى الاجابة c 10 20 the sum of the first n terms from the sequence of the natural odd number مين بقى معلم ال natural odd number دول تعال اورهم لك ال odd numbers اللي هم 1 3 5 بلا 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 ال a b cam ال a b 1 طب ديب كام ديب 2 في بقى شوية عال ضربة تقولك عايزين ال n عايز عدد يا حبيبي عايز عدد ال odd number يابن انت متخلف عقليا ال odd number دي infinite sequence فاحنا مفروض لما نيجي نجيب ال s n نعمل ايه ال n عنون عادي ال n ده over 2 افتح براكة 2 by a اللي هي 2 plus n minus 1 multiply it d اللي هي اتنين ايه رأيك لو سوحت اللي اتنين دي جوه يعني سبت ال n برا زي ما هي بص هعمل ايه هدخل ال 2 هنا وطحت 2 divided 2 1 حلو ايه اللي يحصل لل 2 تمشي مع ال 2 يتبقى لك n minus 1 بص التحفة بص الجمال يا كابتن النجا تفترمع البوست فيتبقى لك n في n اللي هي n bar 2 جميلة دي the sum of natural number divisible by 3 between 30 وال 50 عايزين مجموع natural number اللي باله الاسمع التلاتة between 30 و 50 ابدألي بأول رقم ما بين 30 والخمسين هتقول لي 33 ثم اللي بعده 36 divisible by 3 اللي هم 30 33 36 ايوه اكمل 39 30 وهكذا 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 عايز بقى اعرف اخر رقم divisible by 3 قبل الخمسين بصنا اعمل ايه هعمل 49 divided 3 ما قبلتش طب 48 divided 3 قبلت الاسمة وطلعت 16 رقم صحيح يبقى 48 هو last term هتقول لي انا كده الليلتي بقت زي الفل اصلي الاي 33 والل اخر term ب48 وبالمناسبة انا عارف الدي الدي بتلاتة ما هي بتزيد تلاتات اخش اجيب الان n equal l 48 minus a 33 over d 3 plus 1 هحسب الحزبة دا بيات حالا واشوفها طلعت كام 48 minus 33 over 3 plus 1 طلعوا 6 ارقام طب انا عايز اجيب المجموعة بتاحهم n over 2 6 على 2 افتح براكت a plus l يعني 33 plus 48 يطلع كام معلم الحزبة دي 6 over 2 multiply 33 plus 48 اتنين اربعة ثلاثة 243 الاجابة b the sum of the integers included between 100 and 170 and the each of them is not divisible by 3 اصحى بق المرة دي قالك عايزين اللي مش divisible by 3 وبما ان انت شخص فاهم قوي وريق قوي هتقول لي بص مستر انا مبدايا هجيب مجموع كل الارقام كل الارقام اللي بين 100 و 170 اللي هي 101 102 103 لحد مين اول رقم قبل المية وسبعين 169 169 كلام جميل كلام جميل تعال ما بدايا نشوف عددهم عددهم l اللي هو 169 minus a اللي هو 101 عدين اللي هو 1 plus 1 تطلع كام الحزبة دي 169 minus 100 and one over one plus one تطلع 69 رقم طلعو 69 رقم ده عددهم عايزين نجيب مجموعهم n على الاتنين افتح بركت a اللي هو 100 وحد plus l اللي هو 169 اشوف الحزبة دي بكام 69 over two multiply 101 plus 169 طلعو 9000 315 مين بقى 9315 ده ده مجموع كل الارقام الانتجر اللي ما بين 100 و 170 تعال بقى نجيب divisible by 3 منهم مين اول رقم divisible by 3 هيقابلك جرب كده 101 على 3 مش divisible طب 102 على 3 divisible لانه طلع لي انتجر يبقى اول رقم 102 divisible by 3 يعني بنزود 3 يبقى 105 108 لحد مين تعال نشوف 169 الرايق ده divisible by 3 ولا لأ لأ طب اللي قابله 168 ده بايد 3 نفع يبقى اخر رقم هينفع يتقسم هو 168 هتقول لهم مستر احنا كده بنجاب سؤال تاني خالص احنا كده بنجيب اللي divisible by 3 هو عايز نوت يا عم سيبك بس ثانية واحدة هجيب اللي مش divisible by 3 دلوقتي بس خلينا في divisible ال divisible by 3 عايزين نجيب لها N كلا كده تاني مرة L 168 مينس A 102 over D اللي هو ثلاثات plus 1 يطلعوا كم رقم الأرقام الشائية ده 168 مينس 102 over 3 plus 1 تلعوا 23 رقم يقبلوا الاسم على الثلاثة فعلا نجيب مجموحهم يا معل N over 2 أفتح براكت A اللي هو 102 plus L اللي هو 168 الحزبة دي هتعرفنا حالك كتير أو دلوقتي 102 plus 168 تطلع 3105 أنا كده جبت مجموح كل الأرقام 9315 اللي يقبلوا الاسم على الثلاثة 3105 يبقى اللي نط divisible أعملهم مينس بعض 93 1 5 minus 3105 6,210 ومن أحلى الأسئلة طبعا أخش على البعض عايز مجموع الأود و ناتشورال اللي أكبر من عشرة يلا نبدأ 11 13 أصلا بكام بكام الـ الـ بكام بتوينتينين كده نقدر أجيب الـ الـ 29 minus 11 over D plus 1 أحسب الحزب الرائقة ديت واشوفها هتطلع كام هتطلع 29 minus 11 over 2 plus 1 طلعوا 10 أرقام كلهم شاكب راكب 10 أرقام طيب أنا دلوقتي معايا 10 أرقام أود ما بين العشرة والثلاثين عايز أجبلهم مجموعة N over 2 أفتح براكت A اللي هو 11 plus L اللي هو 29 11 plus 29 divided 2 multiply 10 دول طلعوا 200 الإجابة C 200 تعالي بقى لـ واشوف الحلويات بيقول بقى 13 بيقول the sum of integers from 1 to 100 divisible by 2 or 5 يقبل الإسم على الاتنين أو الخمسة هتقول لي سهلة أنا الأول هنا هجيبي divisible by 2 الأرقام divisible by 2 بداية الأرقام أول رقم divisible by 2 2 4 6 وهكذا لحد المية طب دول كم رقم طبق قانون الإن اللي هو L-A over D plus 1 هتلاقي الإن بتاعتك 50 وعلى فكرة مش لازم تطبق الرول يعني ما هو كده كده كلهم 100 يبقى نصهم 50 ما هو النص divisible by 2 والنص التاني لا أبدأ أشوف قانوني N على الاتنين ال-N اللي هي خمسين على الاتنين افتح براكت A plus L تطلع كامل حزبة دي أروح أحسبها معك حالا هروح آيل خمسين على الاتنين أدي خمسة وعشرين multiply اتنين زائد مية تطلع اتنين زائد مية تطلع احفظ لي الرقم ده دي الأرقام اللي تقبل الاس مع الاتنين تعالا نشوف الخمسة ظروفها ايه 5 وتن وففتين لحد دون هندرد دون اللي ديفيزابول باي فايف لو جيت أجيب ال-N بتاعهم L مينس A على دي اللي هو خمسة plus 1 هتطلع 20 يبقى ال-S N بتساوي N على الاتنين افتح براكت A plus L عارف الحزبة دي تطلع كام تعال أقولك 20 على الاتنين أدي عشرة multiply خمسة زائد مية تطلع عشرة خمسين قولي طب ده كلام جميل قوي ده مجموع اللي قبلوا الاسمع على الاتنين ده مجموع اللي قبلوا الاسمع على الخمسة تعالوا نجمعهم اتنين خمسة خمسة صفر زائد عشرة خمسين تطلع 3600 هتجي تقول لها مستر مش موجودة في الاختيارات مستحيل تلاقها في الاختيارات أكيد دي مش موجودة في اللي تشوز ليه فكر كده أنا جبت وجبت ومجموعهم هم اللي اتنين طلعوا 3600 مفروض تقول لي خلصت هقول لك حاجة ليش واخد بالك اللي فيه أرقام في النص divisible by two وفي نفس الوقت divisible by five اللي هم كام تعالوا اقول لك الأرقام اللي هي عشرة وعشرين وثلاثين لحد مية أي رقم في دول يقبل الاسمع على الاتنين وفي نفس الوقت يقبل الاسمع على خمسة طب هنعمل ايه تعالوا نجيب مجموحهم هم مبين عددهم كام واللي عمل قانون الان ال مينس ايه اوفر دي اللي هو عشرة بلاس وان احسب لك ياعمل حزبة دي ياعمل من عنايا اللي اتنين مية ناقص عشرة على عشرة بلاس واحد دول عشر أرقام تيجي نجيب مجموحهم ان على الاتنين افتح براكت ايه اللي هو عشرة بلاس ال اللي هو مية ياولدي اللذين عشرة على الاتنين ملتبلاي عشرة زائد مية طلعوا خمسمية وخمسين يبقى دول اتحسبوا مرتين لان هم ما اتحسبوا احنا بانديفيزابل باي تو وكمان اتحسبوا احنا بانديفيزابل باي فايف اعمل ايه بقى انا قصهم من المجموع كله يعني تلاتة ستمية مينس خمسمية وخمسين يطلع تلاتة تلاف وخمسين هو ده الرقم الصح سؤال من المسائل من الحلويات دي حلويات تحبها وانت بتحبها وانت بتحلها هتقول لي بس رموا كده كده الموضوع ده هو تسهل هو مجرد قوانين وبنعيط وبنعوض لكل فاليوهات الان اللي بلونج للزد بوستف ما هلازم الان تبقى زد بوستف رقم صحيح بوستف اي ايكوال وان بلاس سري بلاس فايف بلاس زين اي از افكرك بحاجة مش دي مجموع الاود نامبر ارجع لي فوقها هتلاقييني حالة للسؤال ده مجموع الاود نامبر كان بيطلع ايه ان سكوير ان سكوير يعني ايه بيرفكت سكوير نامبر مجموع الاود نامبر بيطلع دايما ان سكوير على جنب جديد حتة على طرف المعلاقة افزا فورس ترمن ارسماتيك سيكونس ايكوال فور الترم الرابع في ارسماتيك سيكونس بيساو اربعة تي فور ايكوال فور التي فور ده اللي هو اي بلاس ري دي ايكوال كام اربع حلو حلو مجموع اول سبع ترمات اس ان ايكوال ان على الاثنين افتح براكت اعملي بقى جوه البركت ده تو اي بلاس ان مينس وان دي ادي الرؤل تعالا نعوض ونشوف اللي هو يحصل اس ان ايكوال ان اللي هو كام سبعة هو عايز اول سبعة على الاثنين افتح براكت تو ملتبلاي اي بلاس ان مينس وان اللي هو سيكس دي هتقول لي في مشكلة كبيرة هتقابلني هقول لك ايه هي هتقول لي انا معايش ولا الايه ولا الدي تيجي نجيب الايه من هنا فور مينس ثري دي ايه ايكوال اربع نقص ثلاثة دي جرب كده اس ان ايكوال سبعة على الاثنين هشيل الايه وحط مكانها فور مينس ثري دي الايه مضروبة في اتنين هضرب الايه في اتنين اربعة في اتنين تمانية طب نيجة في ثلاثة دي مانيا معلم ايه هنا بلص ستة دي دولتاره مع بعض. اصبحت سيفن اوبر تو باي ايت. سيفن اوبر تو باي ايت. احسب الحزبة دي. تطلع معايا توينتي ايت. يعني ما كانتش لازم بقى معايا الاوت دي عشان اقدر اعرف الاس يعني. انا مش اتسلحة للصحلة دي ها. انتو عشوها. كل واحدة لها او دي. انا اجرب واحدة وانا ورزق. اجرب. طلعت صحي طلعت ما طلعتش اتجربه الوقت لما اتجيبه الصح. اجرب سي مسلا. الا بتاحة بتلاتة. والدي بتاحة باربعة. لانها بتزيد اربعات. وهو عايز يجمع كم ترم? عشرين. تعالوا نشوف الاس ان هيطلع كم? اس ان اكوال. ان اوفر تو. افتح بركت. تو باي ايه ستة. بلص. ان مينس وان اللي هو تسعتاشر. ملتبلاي دي اللي هو اربعة. احسب الحزبة دي. اشوفها تطلع كم? توينتي اوبر تو ادي تن. ملتبلاي. سيكس بلص. ناينتين باي فور. طلعت تمنمية وعشرين. ده اسمه الرزق يا. ده اسمه التنشين الصح. او الهاب دلو اسلوب يا. مش كلها بتختار اي حاجة. ولا اي حاجة والله. صدفة طلعت معايدي الوحيدة للمجموحها مينة وعشرين. لان اراج المرزق. سبعتاشر. زا الاسمه تيك سيكوانس. هو الزاكن دي ترم سيرتين. تي تو ايكوال سيرتين. تعال انا فك قبل ما نمشي. التي تو دي اللي هو اي بلاس وان دي. ايكوال سيرتين. اي دي المعلومة رقم واحد. حلو حلو. ان دي زا سم اوفر اس تن ترميز اس تن. مجموعة اول عشر ترميز تو هندرد سيرتين فايف. طب بقولك ايه. مش تو هندرد سيرتين فايف ده ليه قانون. كاس ان طبعا. ان على الاتنين. عشر على الاتنين. افتح براكت. تو باي ايه بلاس. ان ماينس وان. الان بكام? عشرة. ماينس وان يبقوا تسعة. كل الليلة دي ايكوال تو هندرد سيرتين فايف. تزعل مني لو وديت الفايف دي بالدفايدت. عشر على الاتنين خمسة. هواديها هناك بالدفايدت واقول. تو هندرد سيرتين فايف اوفر فايف. طلعت لي بالضبط كده على الكليكولاتور. طلعت لي فورتي سيفن. هدي امعلم الاتنين اكواجن في الاتنين ما جهيل. اكواجن one اكواجن تو. واخش اعمل مود اكواجن one. احل المعادلة اين مع بعض. وان ايكول وان ايكول ثرتين ايكول. المعادلة التانية تو ايكول ناين ايكول فورتي سيفن ايكول طلع الاي ايكول تين. السيكوان سيجات. خلاص. اكيد دي ضرع بتلاتة. فعلا طلع دي بتلاتة. يبقى السيكونس بتاعت ما عليك هي السيكونس نمبر دي. اخش عالتمنتاشر. بيقول لي ايه بقى في تمنتاشر. بيقول لي زا فرست تيرم اف ان اريسماتك سيكونس السبعة. الايه ايكوال سيفن. كلام جميل. انت زا صام اف اتس فرست تين تيرم اس ان. ايكوال كام? ايكوال ميتين وخمسين. طب ما تيجي كده نشوف الكلام عليه. الاس ان اللي هو تو هندرد اند ففتي ايكوال. ان على الاتنين هم عشرة. عدد التيرمات عشر. تين اوبر تو. افتح براكت. تو باي اي. تو باي سيفن فورتين. ما هي لقى بسيفن. بلاس. ان ماينس ون. الان بتين. يبقى ناين دي. اودي امعلم الحزبة دي. نفس الخامسة دي بيتدفايدت. اعمل تو هندرد ففتي ديفايدت فايف. تطلع ففتي. ايكوال. فورتين بلاس ناين دي. اصبح القنون الوحيد هو الدي. هود الفورتين بالمينس. وهقسم على التسعة. تطلع دي باربعة. انا كده جبت الدي بفور. ومعايا الاي بسيفن. هو عايز مني بقى معلم التي توينتي. اي بلاس ناينتين دي. الاي اللي هي سيفن بلاس ناينتين ملتبلاي دي اللي هي 7 plus 19 7 plus 19 يطلع 83 طلعت الإجابة 83 الإجابة B هش على اللي بعده اللي بعده بيقول لي and arithmetic things consist of 27 term 27 term and its middle term is 41 بقولك ايه هما كلهم 27 term ايه قانوني الميدل ترم اللي تقال المرة اللي فاتت والناس مركزتش فيه انا عارف الميدل ترم equal n plus 1 على الاتنين ده في حالة ال-n وفعلا ال-n ديات قد هعمل ايه 27 plus 1 على الاتنين 27 plus 1 يعني 28 over 2 14 يبقى الترم الوسطاني الترم اللي 14 هو قال لي الميدل ترم 41 تي فورتين ايكوال 41 طب يلا نفك التي فورتين a plus 13 d ايكوال كاميرا ريسي 41 ادي مبدئيا فتح كلام relation ما بين ال-a وال-d ده بسم الله عايز مجموع كل ترمات السيكوانس هتقول لي نعرف قانون ال-sn اللي هو n over 2 لأن بـ 27 على الاتنين افتح 2-a plus n minus 1 27 minus 1 يعني 26 d تقول لي مستار معناش ولا لايه ولا دي اقولك ما تلقاش ياض انا في ظهرك تعال نجيب الايه لواحدة واحنا ورزقنا بقى يضطير يما اضطرش لو طارت حلينا لو ما طارتش غلطنا ما خلصناش السؤال عادي يعني first time هوادي دي الناحية التانية بالماينس minus 13 d ولا 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 s-n هترزق ياه والله هترزق 27 على الاتنين افتح two اشيل الايه وحط كام 41 minus 13 d انا هضرب كده ال-f2 تعال نضرب 41 في اتنين تبقى 82 هتضرب النجاة في 13 d في اتنين بقى اتنجاة في 26 d الله اكبر ومعايا plus 26 d طارو هتقول لي ولو ما طابتش يا مستر ما انتو اعمامها في الامتحام ما اعرف ان انتو اضطيروها كده كده 27 على الاتنين multiply اللي تبقى اللي هو كامل رقم ده 82 تطلع 216 انا اضرب حاجة غلط اه مش حاطة ال-bracket multiply 82 82 طلعت 1107 1-1-07 اللي اختيار موجود الحمدلله the sum of even ordered terms في ال-arithmatic sequence بصوال ايه the even ordered terms الترمات التي لها ترتيب even اللي هم مين t2 و t4 و t6 وهكذا 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 هتجي تقول لي ايه رأيك نلعب لعبة اقولك بس ثانية واحدة نعرف هي كم ترم وبعدين نلعب اللي انت عايزه بصة معل ما تباين ال-a ب5 وال-d ب2 وال-l ب65 اجيب ال-n قبل اي حاجة فتح كلام اجيب ال-n equal k هتقول لي l اللي هي 65 مينس ايه لايه 5 over d plus 1 65 minus 5 over 2 plus 1 تطلع كام 65 minus 5 over 2 plus 1 دول 31 term ال-n ب31 30 ازا علام مني لا يبقى احنا عايزين نجمع كام ترم يا ريسي احنا خلي بالك مين بيبقى اكتر في السيكونس عدد الترمات اللي ترتبها اود ولا اللي ترتبها ايفن لو قلت اود انت صح لان احنا نبدأ ب-t1 وده اود فده بيبقى زايد عننا هتقول لي مش فاهم اقول لك حاجة حلوة فعلا نعمل لعبة بانتج النية ايه رأيك ايه رأيك لو انا قلت خمسة سبعة تسعة لحد سيكستي سري هتقول ليش معنى سيكستي سري انا طيارت اخر ترم انتفضت له لان ترتيبه اود انا هجيب مجموعة السيكونس دي كلها واقسمه على الاتنين في الاخر ابقى جبت الارقام بس عصد السيكونس دي اود ايبن اود ايبن اود ايبن اود ايبن تبضل تلعب معاك اجيب المجموعة كله واقسمه على الاتنين واشوف الدونة هتمشي ازاي هي كده انا خلت لك الان بتلاتين وانا طيارت لك ترم روقت عليك قل لي الاس ان اكوال ان افتح براكت تو باي ايه يعني تن بلاص ان مينوس واحد يعني تونتي ناين في الدي اللي هي كام اللي هي اتنين وانشوف الحزبة دي هتطلع لي كام خمستاشر ملتبلاي تين بلاص توينتي ناين باي تو تطلع عشرة عشرين اه دي اكبر كارثة بتحصل انك انت ما اخدتش في اعتبارك حاجة مهمة ايه اللي انا ما اخدتوش في اعتباري هل هل وده سؤال يطرح نفسه بشدة الرقم اللي جاي معروف هتقول لي اه معروف اليفن تعالى كده نلعب لعبة وانا لو جمعت خمسة وتسعة يبقوا كام هتقول لي خمسة وتسعة دولار بعتاشر طب لو جمعت سبعة وحداشر سبعة وحداشر كام تمنتاشر هل بيطلع نفس الرقم لا اوه هتقول لي نصهم ايفن ونصهم اود يبقى مجموعة ايفن قد مجموعة اود لو سمحت من فضلك غلطتها مخصوص لما تسألتلي المرة اللي فاتت هو اه نصهم ايفن ونصهم اود بس المجموعة مش ايفن و اود وما لمشيها ازاي بقى انا عايز اكتب الترمات الايفن بس عيش معايا الترمات الايفن الترم التاني الترم الرابع الترم السادس لحد الترم رقم كام لحد الترم رقم تلاتين قبل الاخير بواحد الترم التاني بكام بسفل حلو حلو الترم الرابع بكام باليفن وهكذا 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 الترم التلاتين اللي قبل الاخير نقص من السيكستي فايف تو تبقى سيكستي سري دي اريس السيكوانس اللي احنا عايزين نجيب مجموحها السيكوانس اللي اردرها ايفن اردر الارقام اللي فيها ايفن اللي هي الايب سبعة ودي لو انت واخد بالك بقت اربعة الدي ايكوال فور وده اللي ما بيطلعش الايفن قد القود والان المجموع كله هم كام تيرم دول دول خمستاشر مش بصدقني بعملها سيكستي سري ماينس سيفن اوفر فور بلاس وان اهي يا عم سيكستي سري ماينس سيفن اوفر فور بلاس وان خمستاشر تيرم تعالى نجيب مجموحهم س ان ان على الاثنين افتح براكت تو ايه يعني ربعتاشر بلاس ان ماينس وان يعني ربعتاشر برضو في الدي اللي هي اربعة تعالى نشوف المرة دي الحزبة هتقول لنا ايه خمستاشر على الاثنين افتح براكت فورتين بلاس فورتين باي الرقم دا كام فور؟ تطلع خمسة اتنين خمسة خمسمية خمسة وعشرين ايه بقى لست هاف تيرمز دي؟ يعني ايه قصة لست هاف تيرمز؟ تعال كده نشوف التيرمات دول أصلا كم تيرم أنا معايا الـ 12 اشتاه؟ جدا معايا الـ D اي تيرم مينص اللي قبليه معايا الـ L اللست تيرم في السيكوانز بيو يساوي تعال نحسب الـ N L نيجاتف 24 مينص A 12 على الـ D بلاس 1 يطلع الـ N بكام؟ نيجاتف 24 مينص 12 نيجاتف 24 مينص 12 عدي اللي هو نيجاتف 4 بلاس 1 طلعوا عشر تيرمات طب ده هتلعى موضوع بسيط هو عايز أنهي المجموع بتاع الـ LOST هاف اللي هو آخر آخر خمس تيرمات موما كلهم عشرة فهو عايز الخمسة الأخارة يجي واحد يقول لي طب أقول لك يا بوب بن عندي فكرة أقول له يا حبيب أخوك يقول لي احنا نجيب مجموعة السيكوانز كلها والـ Minus أو الخمسة والله يكلام لوجيك تيجي نجيب مجموعة السيكوانز كلها S N كاملة الـ N كاملة كام عشرة على الـ 2 أفتح براكت 2 by A يعني 2 by 12 بلس N minus 1 يعني 9 في الدين اللي هو نيجاتف 4 يطلع السيكوانز كاملة العشرة المات كاملين بالرقم اللي هقولولك حالا أول ما أحسبوه 5 وافتح براكت 2 في 12 بلس 9 في نيجاتف 4 دول طلعوا يا ريس نيجاتف سيكستين ده مين بقى؟ ده كل الترمات تعال نجيب أول خمسة لوحدهم بكام أول خمسة أحط الـ N بخمسة خمسة على الـ 2 لهم النص الأولاني اللي أنا مش عايزه N over 2 2 by A يعني 2 في 12 بلس N minus 1 الـ N المراضي بخمسة في الدين يطلع مجموعة أول خمسة كام هقول لك يا عم أدي خمسة على الـ 2 ملتبلاي 2 في 12 بلس N minus 1 في الدين طلعوا 20 أنا بقى عايزة مينصهم من المجموع كله يعني هعمل مينص أول خمسة مينص 20 يطلع مينص 80 كده أنا جبت عنهي جبت آخر حبة آخر نص The number of terms which should be taken أو must be taken from the sequence starting from its first term علشان يخلي الصم equal 400 تعال نشوف الـ هتقول لي الـ A equal 1 والـ D الـ D equal 2 لو أنا عايزة خلي الصم يبقى 400 بقولك إيه في حركة صائعة أوي أنت لو قلتلي الـ 400 دي equal N square أتبسط بيك أوي 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 ليه الـ 400 دي equal N square أصلي دي الأرقام الأود والأرقام الأود مجموحهم N square خلاص قلت N square equal 400 للمرة الثالثة بأكدلك أن مجموع الأرقام الأود في أي sequence بتأتي في أي arithmetic sequence بتأتي من relation N square ماشي عشان ننجز حالنا بقى number of terms is necessary to be taken من السيقوانس دي starting from the first term to vanish sum يعني إيه vanish sum يعني يبقى الـ S N equal 0 المنوع equal 0 طب على البركة هو الـ A بكام الـ A 27 والـ D بكام دي بتقلي يا ريز بتقلي كام ثلاثات الـ D negative 3 أصبح معايا الـ A ومعايا الـ D عايز الـ N قولي نعوض في قانون الـ S N على طول اللي هو N over 2 أفتح براكت 2A plus N minus 1 D equal 0 أنا هعمل divided N على الاثنين أطير أول ترم مالوش لازمة معايا 2 by A يعني 2 by 27 plus N minus 1 by D بصت دي بكام نيجاتف 3 هضربه هنا واضربه هنا نيجاتف 3 في نيجاتف 1 بتلاتة ونيجاتف 3 في N أدي نيجاتف 3 N اللي أنا دي كلها equal cam 0 جبرت رزقت معانا وعرفنا الـ N بقى القانون الوحيد 2 by 27 plus 3 تطلع 57 أوديها هناك بوقس مع التلاتة بتلعت الـ N معايا يا جماعة بـ 19 يبقى 19 term كفيلين إنهم يخلوا sum vanish أو sum equal 0 if TN is an arithmetic sequence number of its terms is N حاضر and T1 ده اللي هو الـ A بكمي عمنا الـ A بـ 12 and TN اللي احنا قولنا في الحصة اللي هو الـ L بـ 78 ما نعرفت إن T1 يعني A والTN يعني L والSN المجموع بـ 1035 30 يلا نروح على طول لقانون الـ SN الأول اللي هو في L هقول SN 1035 equal N over 2 أفتح bracket A plus L 12 plus 78 أنا كده حسبتي مين حسبت الـ N هودت 2 دي بالـ multiply وبعدنا الـ bracket كله بالـ divided أروحها من الآن يعني 1035 multiply 2 divided الـ bracket ده كله اللي هو 12 زائد 78 طلعت يا معلم 23 الـ N بـ 23 طب أنا ممكن أجيب الـ D حالة أنا أجيب الـ D ما نعارف إن الـ N اللي هي 23 قانونها الـ 78 minus A 12 over D plus مين رئيس plus 1 من قانون الوحيد الـ D هودل 1 بالـ minus تبقى 22 equal 78 minus 12 8-2 6 و60 هقول إن الـ D بتسوي 66 over 22 وطبعا 66 over 22 بكام بتلاتة جبت الـ D بتلاتة شحاتة بعد ما جبت الـ D بتلاتة عايزين تيفور A plus 3D اللي هي 12 plus 3 T في 3 يعني 12 زائد 9 يعني 1 و20 25 5 in an arithmetic sequence T3 equal 5 ريح لدهرك كده ريح أنا هفك T3 ده A plus 2D equal 5 أدي الحوار أدي الحوار رقم 1 بسم الله TN-2 equal 95 فكز TN-2 هجيبه ازاي A plus N-3 D equal 95 أعود لي من الأول أعود لي من الأول أعود لك إيه؟ هو أنا لما جيت أجيب التسري فكر فكرته إزاي A plus 2D نقصت واحد من اللي تحت طب هنا هعمل إيه؟ هنقص واحد N-2 نقص واحد أموس إيدك يبقى N-3 حلو؟ يعني مش حلو قوي ليه؟ معادلتين في 3 مجاهيل لازم معادلة 3 زا سمق في The first N term equal 1000 S N equal 1000 الله رزقت عارف ليه؟ أنا أكتب قانون S N 1000 بتساوي N على الاتنين أفتح بركت 2A plus N minus 1 D عمو عايز مين؟ عمو عايز ال N يعني مش عايزة أشوف منظر ولا إيه ولا D هنجيبهم من هنا بص هعمل إيه؟ هاجي الأول أجيب ال L وحدها ال L وحدها equal cam 5 minus 2D هحطها هنا أشيل ال L وحط 5 minus 2D كمل كده معايا plus N minus 3 مضروبة في ال D اللي لدي كلها بكام 95 يعني أحسن حاجة أعملها أود ال 5 هناك بال minus يبقى minus 2D plus N minus 3 في ال D أنا لما ودي ال 5 بال minus تبقى الليلة دي كلها بكام الليلة كلها 90 كده بقى معادي علاقة أو relation ربطة مين بمين ربطة D بال N هناك نفس الكلام ممكن أعمله أو ممكن لو سلكت ال D من هناك واجه هنا عوض أخلص أسرع إزاي سلك؟ تعال نشوف أنا equation تتحل أسرع أو أدي ال 2 بال multiply بقت ألفين هارش؟ هارش equal N multiply 2 multiply A أنا خلاص عارف إن ال A 5 minus 2D plus N minus 1D شكلها كده ليه لا بيضة يا عم أخليها على الله أدينا بنتسلة ألفين equal N multiply يلا نفك 2 في 5 10 minus 2 في 2 4D plus N by D ND minus negative 1 by D ده D في مشكلة دلوقتي بنتج النية مقابلاني اللي هي مش عارف أسلك ال N عشان في حاجة اسمها N D يا عم نروح نجيبها من هناك إزاي نجيبها من هناك أدي negative 2D أول واحدة زي ما هي أضرب ال N في D ND أضرب ال negative 3 في D negative 3D اللي هي دي كلها إيقوى الكاميرا ياسي إيقوى التسعين أنا كده ممكن أجيب ال N دي لوحدها أنا لو جبت ال N دي لوحدها هبصت أوي 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 لو جبت ال N دي لوحدها أنا ممكن أبقى عربت أخلص ليه N D equal أدي 90 minus 2D minus 3D يعني minus 5D هتروح بالرص يبقى plus 5D هتيجي تقول لي أنا كده ممكن أرجع لمعادلتي اللي هنا بص المعادلة اللي مستنيني 2000 بتساوي N نفسي خليها لوحدها مجهول 10 معاك minus 4D minus D يعني minus 5D هنتهيه هنتهيه ND بكامل N دي 90 plus 5D يا أولا دي العيبة يا أولا دي العيبة يا أولا دي العيبة يا بتوع الماس أدي الخمسة دي البلاص طرت مع الخمسة دي المينس فاتبقى لك 2000 equal N في 90 إقس مع التسعين هتقول لي بس طرح أنا لو حلفت لك بأيمنات اللي كلها إن أنا لو جالي السؤال ده في اللي امتحام مش هحله مش هتصدقني هقول لك عادي يعني ولا أنا كمان هحله ما هو طلع مسئرور دلوقتي ده طلع هناك خطأ في الحسابات يبقى الخطأ اللي في الحسابات الخطأ الوحيد اللي في الحسابات إن احنا نسينا العشرة دي شايف العشرة دي كنا هننساها هي مش تسعين بس هي تسعين زائد عشرة اللي هي مية تسعين زائد عشرة اللي هي مية ودي المية بالدفايدد تحت الالفين الفين دفايدد مية صفر مع صفر صفر مع صفر اتبقى كام عشرين يا لهوة يا لهوة على منظر الأسئلة إصحالي ده أنا الواجب ده تقديم تهزيب إصلاح The greatest number of terms The greatest number of terms Can be taken from the sequence قولي قبل ما أبدأ تعالي نجيب الإيوة دي آه الحاجة اللي بنعرف نعملها الإيوة كام 32 والدي بكام أي ترمو مينوس اللي قبله واللي يكون 28 مينوس 32 تطلع نجاتي 4 أنا جاهز بالإيوة دي starting from the first term to get a positive sum positive sum يعني الـ S N أكبر من 0 ده معنى كلمة positive sum إن نحط sum positive أكبر من 0 إيه قانون الـ S N N over 2 أفتح بركت 2 by A أضرب الإيوة ديت في 2 تبقى 64 plus N مينوس 1 مضروب في الدي الدين اللي هو negative 4 أكبر من 0 تزعل مني لو شاطبت ال-N على الاتنين دي اوعى ما أنا مني هناك equal 0 اشتوب برحبك ما تزعلش مني خالص لأنك إنك عملت divided N over 2 في المسألة كلها أدي 64 negative 4 by N ده negative 4 N negative 4 by negative 1 ده positive 4 اللي لدي أكبر من 0 64 plus 4 68 هوادي دي بالمينوس قصد بعكس الإشارة اللي هي 4 N حقيقة لأن هعمل divided 4 تنتهي المسألة 68 divided 4 طلعت 17 يعني إيه يا ريس يعني ال-N أصغر من 17 يعني ال-N بكام 16 زي greatest sum تفرق تفرق positive sum اللي فوق عن greatest sum أنا قلتلك greatest sum يعني إيه يعني الترمات positive بس ترمات positive بس يعني أنا طالب منك حاجة واحدة to put the TN أكبر من 0 طلع لإيه وطلع لدي ال-A بسرتي 3 وال-D بـ آدي ال-A آدي ال-D يلا بينا نشوف الت-N إيه قانونه A اللي هو سرتي 3 بلس N مينوس 1 في ال-D اللي هو نيجاتف 2 أكبر من 0 يطلع إيه اللي إيه اللي إيه لأبقى معايا معلم سرتي 3 N باي نيجاتف 2 نيجاتف 2 N نيجاتف 1 باي نيجاتف 2 أدي بلس 2 الحار ده كله أكبر من الصفر 33 بلس 2 يعني 35 ووادي دي بعكس الإشارة أكبر من 2 N اقسمي بقى على 2 35 واروح أجبالك بالزبط بالديسيمال اللي هي 17.5 17.5 أكبر من ال-N يعني ال-N بكام 17 ما نعايز ال-N أصغر من 17.5 مين أول رقم صحيح أصغر من 17.5 17 جبنا ال-N ب17 كده أنت ممكن تجيب الصم الجريت استصامي يا معلم N على ال-2 أفتح براكة 2 باي إيه اللي هي 66 بلس N مينوس 1 اللي هو السكستين في ال-D اللي هو نيجاتف 2 عنا نشوفها تطلع كم سبعتاشر على ال-2 ملتبلاي سكستي سكس بلس ستاشر في نيجاتف 2 اتنين تمانية تسعة الإجابة D الغرحلتي الغرحلتي باش أنا بص أنا كده ابتديت أجد تقلقش ياه تقلقش أنا هقولك طلع ال-A طلع ال-D ما تطلعش عيني ال-A ب-89 وال-D هي كانت 89 بقت 81 قلت قلت كام من تسعة وتمانين لواحد وتمانين دي قلت تمانية ال-D ب-Negative 8 قد الجيفن اللي طلع من السكست هو عايز بقى يعمل ايه to make negative sum الصم negative يعني عايزين ال-S N أصغر من زيرو معلم ايه قانون ال-S N عوض معايا N على ال-A2 افتح براكت 2 by A يعني 2 by 89 plus N ناقص واحد معرفش ال-N مضروب في D بس عارف ال-D ب-Negative 8 اللي لدي كلها أصغر من الزيرو بتزعل مني لو أسمت ال-Vadget N على ال-A2 أكيدني نزلت ال-N على ال-A2 راحية تانية بال-Main طيب 2 by 89 اللي هي 178 negative 8 في N negative 8 N negative 8 في negative 1 positive 8 أصغر من الزيرو 178 plus 8 178 plus 8 186 minus 8 N أصغر من الزيرو تب متحرك لل-A2 لو سمحت 186 أصغر من ال-A2 N divided 8 حالا divided 8 طلعت 21 ال-N أكبر من 21 يبقى ال-N بكام 21 أكيد الرقم ده صح أنا كتب عالقل أنا آسف أنا آسف هي طلعت 23 وربعة ال-N أصغر من 20 ال-N أكبر من 23 وربعة يبقى ال-N بكام أكبر من 23 يبقى 24 على طول هاي عضمك رضو طيب السؤال اللي بعد بيقول the greatest number of term كم بي تكن from the sequence قل لي ال-A بكام قل لي ال-D بكام ال-A ب25 وال-D ب-4 دي بتقلي يا معل to make the positive sum ما انت خلاص عارفتها positive sum يعني ال-S N أكبر من 0 N على ال-2 افتح bracket 2 by A يعني 50 plus N minus 1 في D D اللي هي كام negative 4 احنا عايزين الليلة دي أكبر من الصفر اشتب لل-N على ال-2 مالاش أي لازمة لأنها تروح هناك بال-divided عند الصفر بقى في 50 N في negative 4 ادي negative 4 N minus 1 في minus 4 ادي plus 4 أكبر من 0 54 دول 54 أكبر من 4N راحب بال-plus اعمل لي 54 divided 4 54 divided 4 تطلع 13.5 يبقى 13.5 أكبر من ال-N ال-N أصغر يبقى ال-N بكام 13 13 13 يالا وإنزرت ثاني بيقولك when you insert ما بين ال-4 وال-91 أدي ال-4 وأدي ال-91 أمين أمين وفي كم كم في النص إصحالي لما تعمل ما بين ال-4 وال-91 سم وفي ذا ترمز وفي ذا كلها ال-A بكام بربعة ال-L بكام ب91 طب بالله عليك ال-N بكام بالله عليك ما تهبد 28 رسمت مين وبداية ونهاية ترمين يبقوا كلهم 30 يبقى ال-S ال-A ال-A افتح براكت يعني plus ايه دا لأ انا هعمل قانون ال-A على طول اسهل ال-A 4 وال-L 91 ال-A افتح براكت أشوف الكلام علي 30 على 2 4 زايد 91 طلعوا 14 25 اللي هي إجابة C ماشي when you insert لما ما عليك تينزيرت 16 ما بين ال-A وال-B ادي ال-A و ادي ال-B وفي في النص كام 16 مين يعني ال-N بكام 18 16 مين وبدأ ونهاية وال-A ب-A وال-L ب-B يلا نشوف ال-Sum اكوال كام هتقول ال-S N اكوال N اللي هي 18 على ال-2 افتح براكت الله يبارك لك A plus L يعني A plus B الله أكبر 18 على ال-2 9 يبقى 9 A plus B 32 32 الكلام على ايه الكلام على The arithmetic sequence in which the sum of its first 20 term is 20 equal كام equal 820 and the arithmetic mean of its T4 and T7 هو من الرسمة كمين بتاع T4 وT7 يعني مين في النص بالزبط equidistance ما بين T4 وT7 ده معنا الرسمة كمين هتقول لي ما هو ده معايا مين أنا معايا في النص كذا تير أنا معايا T5 ومعايا T6 وفي وفي الأخير في T7 هو بيقول لك الرسمة تكمين بتاع T4 وT7 equal 21 أنا مدايا عايز أتعامل بالS20 ده أشوف الكلام عليه S20 N على الاثنين أفتح براكت 2 باي A بلس N ماين وهم 21 يبقى 19 في D اللي لدي كلها بكام 820 حلو تحفة طيب أنا لو جيت حسبتي دي هتطلع عشر هواديها بالدفايد دي بقى هناك في 82 2A بلس 19 D بيساوية 82 أدي كوجر رقم واحد اللي ماينفعش من خلالها نجيب الA ولا الD بس في معلومة انتج النية تقالت زي أرسمة تكمين وفي T4 and DT7 أرسمة تكمين معناها مجموحهم على عددهم T4 plus T7 مجموحهم يعني بلس عددهم هم ما كاموا واحد اتنين بيساوي كام 21 اللي هرسمة تكمين ب21 اضرب هناك 42 T4 اللي هو A plus 3D وT7 A plus 6D طب ما جمع بقى A plus A أدي 2A 3D و6D 9D الليلة 42 الليلة 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 يا صمرة يلا يا معلم بقى معاك معادلتين في مجهولين ولما اجا حل المعادلتين في مجهولين بالمود 5 1 A 2 equal 19 equal 82 equal 2 equal 9 equal 42 equal 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 ادي بتاعه نصوتي عالي ليه مش عارك اديب كام اديب تلاتة عايز مجموع اول عشرين تير يلا معل ايس توني ان على الاتنين افتح براكت تو باي اي اللي هي تين بلس ان ناقص واحد اللي هو تسعتاشر في الدين اللي هو كام تلاتة عشرين على الاتنين ادي عشرة مود ومعاتي عشرة زائد تسعتاشر في تلاتة تطلع ستمية وسبعين بس تستارت نجي منين من الترمس سابع يلا نجيب الترمس سابع الترمس سابع ايه بلس ستة دي الا بكام بخمسة بلس ستة في دي الدي بكام بتلاتة خمسة زائد ستة في تلاتة يلا نجمع خمسة زائد ستة في تلاتة تلاتة وعشرين مين ده بقى يا معلم ده الإج جديدة ما هو قال لك start يعني ابدأ من السيبنسي تيرم أكنه إيه؟ أكنه إيه حرفيا يلا هو عايز كم تيرم؟ عشرة يبقى إن على الاتنين أبتح براكت تو باي إيه يعني تو باي توينتسري بلس إن ماينوس ون يعني تسعة في الدي اللي هي تلاتة أحسب الحزبة دي خمسة ملتوبلاي تلعت تلاتة ستة خمسة الحمد لله موجودة دي عايز صم بتاع الترمات من أول تيتن لحد تيتوينتي التيتن بكام إيه بلاس ناين دي الإيه اللي هي خمسة بلاس ناين في الدي اللي هي تلاتة طب والتي توينتي إيه بلاس ناينتين دي الإيه خمسة والدي ستل بثلاتة تعال نشوف الحزبتين يطلعوا كام فايف بلاس ناين باي ثري بتطلع ستتو طب فايف بلاس ناينتين باي ثري بتطلع سكستيتو ده الإيه رايس وده الإل لأنه عايزك من الإيه الترم العاشر لحد الإل آخر ترم عايز يجمعه الترم العشرين فهتقول لي المجموعة بيساوي إن على الاتنين هو عايز كام ترم من الترم العشر للترم العشرين هتقول لي دول عشر ترمات هقول له غلطان دول حزب عشر مش بصدقني عده ولا لا مش بصدقني عده عشر حداشر اتناشر تلاتاشر ربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين طلعوا 11 إن على الاتنين إيه بلاس L حداشر على الاتنين ملتبلاي سيرتي تو بلاس سيكستيتو خمسمية وسبعتاشر تطلع الإجابة سي 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 كان في قاعدة جنية قاعدة جنية قاعدة بنت جنية قلتها لك قلت لك إن هو عايز تي كام تي سيبن يبقى دي سي 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 لإن الترم بياخد الرقم الكبير درول عندي س سيفن يعني أشيل الإن وحط سيفن في المعادلة دي أنا أشيل الإن وحط سيفن واشوف الكلام علي 2 by 7 by 7 by 7 minus 7 ده طلع 0 minus س سي 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 معادل دي 2 by 6 by 7 minus 6 تطلع الانشر zero minus الانشر negative 12 طب والله كلام رائع كل الهالك ده ولا يهمني هو قالني مين الصم نيجاتف ميتين واربعين اشيل الاس ان وحط نيجاتف ميتين واربعين مرمعي الاس ان نفسها بذات نفسها حضرة نيجاتف ميتين واربعين 2N ملتبلاي 7 مينص N يبقى نيجاتف ميتين واربعين 2N باي 7 ادي 14N 2N باي نيجاتف N 2N سكوير يبقى 0 equal لان هدخل دي وصفر المعادلة نيجاتف اتنين N سكوير بلاس 14N بلاس 240 اشوف الليلة دي هتطلع كامل لما اعمل مود اكويجان سري مود اكويجان سري نيجاتف تو 14 طلعت 15 ونيجاتف 8 طبعا هنقبل مين ال 15 لان ما فيش N بالنيجاتف ماشي في الاريسماتك سيكوانس تعالى عشان هو بيحور وبيشغل دماغه علي وفاكركوا على العبيطة S-S يطلع T أنهي T تيك كبيرة اللي هي T5 equal 20 طب ما تفكر ليه كده T5 فاللهي باركلك A plus 4D equal 20 طب S-S7 S-S7 S-S تطلع T تيك كبيرة اللي هي T8 equal 29 T8 اللي هي A plus 7D equal 29 معادلتينك في مجهولينك يبقى انت رايح تستخدم القالة بدل ما يطلع عينك واللهي بقولش يعر 1 equal 4 equal 20 equal 1 equal 7 equal 29 equal تطلع ال-A بتمانية وتطلع ال-D بتلاتة الراجل الرخم ما طلبش قودي بس لأ دعلك بعد ما تعمل اللي هي داية هاتي 51 اللي هو A plus 50D ال-A بكام بـ 8 plus 50 multiply D ال-D بكام تلاتة مية تمانية وخمسين قاعدة S-S equal T بتريح الكلام 36 N and arithmetic sequence the first term S-R حلو قوي دا الايه بثلاتة the last term دا ال-L بـ 39 sum of its terms دا ال-S-N بـ 20 وعشرة ايه دا اللي جاب السؤال السهل دا هنا احنا المفروض دا داخلنا في العويت عايز نمبر الترمات ميتين وعشرة اللي هي S-N equal N على الاتنين افتح بركت A plus L 3 plus 39 دا سؤال هدنة دا كده في النص هوادي التوب الملطبلي هناك يبقى 420 على 3 plus 39 طلع ال-N بعشرة سؤال ما فيوش ايه فكرة إن قان ادي تي وان ودي تي ام ودي تي اكس والراجل قالك S-N equal zero اه ايه بقى حوار تي ام equal X وتي اكس equal M والكلام دا كان فيه عندي قاعدة بانتجنية بتقول لي لو انت فكرها من الفيديو اللي فات ان دي ايقوال تي ام مينس تي ام على ام مينس ام هتقول لي ايه يعني واحدة واحدة ايه قاعدة دي اغرق بقى ما تقرفنيش طب انا عايز اجيبه تي ام عايز اجيبه دي اسف هو ما سمهاش تي ام وتي ام هو سمهه تي ام وتي اكس بصلي الجامدان بصلي الجامدان انا لو قلت وانا بيركز في دي حلوة تي ام مينس تي اكس يبقى اوفر مين ام مينس اكس نفس الكلام تي ام مينس تي ام equal n مينس ام يبقى تي ام مينس تي اكس اوفر ام مينس اكس التي ام بكام با اكس والتي اكس بكام بم اوبر ام مينس اكس هسألك سؤال بسرعة وترد اكس مينس ام على ام مينس اكس بكام لو قلت نيجاتف وان فنتعيير رأي قوي يبقى ديب نيجاتف وان والايه تي وان بتين الايه هو التي وان اصبح اضحى امسة ظل باتة ليس صارة اس ان ايقوال زيرو اس ان قانونه ان على الاتنين افتح براكت تو اي بلس ان مينس وان دي ايقوال زيرو اولا قال لي ايقوال زيرو نسبة مع بعض. تعال بقى نشوف الحوار اللي فوق ده. ده الايه. طب والدي كده الايه بسري والدي بكام باتنين. up to n term. n على الاتنين. ده مدموع فانا اطبق القانون. two by a يعني six plus n ناقص واحد في الدي. الدي اللي هي بكام اتنين. خمسة تمانية احداشر. up to ten term. حددلي الان هنا بتن. n على الاتنين. افتح براكت. two by a. الان هنا بخمسة. خمسة في اتنين عشرة. plus. n minus one يعني تسعة. في الدي. الدي المرة دي بكام? بتلاتة. اللي لدي كلها بسبعة. هاشطب تو مع تو. وابدأ احل الايكويجان عادي جدا. اصلا دلوقتي الايكويجان لو وديت ده بالمالتبلاي هي خلصت. اصلا بص بص. ادي six. في n برا مش عايز انساها. n multiply. تبركز معايا؟ انا بعوض هنا. دي ستة. اتنين في n اتنين n. اتنين في negative one minus two. تاب six minus two بكام? four. ومين انت ممكن تنساه؟ اتنين n. خلصت الحوار اللي فوق. تعال انخلص الحوار اللي تحت. وبالمرة كل ده يروح هناك بالمالتبلاي. عشرة. مالتبلاي. عشرة زائد تسعة في تلاتة تلتمية وسبعين. هضرب كل النتج ده في سبعة. تطلع اتنين خمسة تسعين. اتنين خمسة تسعين. ادخل ال n جوه. n four four n. n two n square. اكوال اتنين خمسة تسعين. تعالا نزبطها. تبقى two n square plus four n. وادخل دي بالمينوس. اتنين خمسة تسعين. نعمل. يلا بينا. يلا بينا. two equal four equal negative اتنين خمسة تسعين. اكوال. تطلع نيجاتيف سيرتي فايف. الحمد لله. تطلع ال n بخمسة وثلاثين. نفس الفكرة بتتكرر تاني. حاول تحلها. حاول انت حل والنبي. تبقاش كل حاجة معتمدة على الفيديو. لوجه واحد احد. the arithmetic sequence. in which t4. اللي هي a plus 3d equal 24. 24. and the ratio. ratio يعني انا هعمل divided. between the sum of the first five terms. يعني s5 مجموعة اول خمس ترمات. two the sum of the next five terms directly. هنا هيجمع من اول ترم لحد الترم الخامس. وتحت هيجمع اللي بعدهم على طول. next five. بقولك ايه. الخمس ترمات اللي بعد اول خمس ترمات. a ratio بتاعتهم maneuver two. هعمل حاجة لو ما عجبتكش اضرب دماغك في الحيط. ايه ده ايه اللي انا عملته ده. انا قلت ان انا تحت هعمل مجموع اول عشر ترمات. minus مجموع اول خمس ترمات. ركز لي كده. انا لو عملته اول عشرة. كاملين. minus اول خمسة. انا كده جبت مين تاني خمسة. هتقولني ماشي. يعني هقولك لأ. اه. اس five قانونه ايه. ان على الاثنين. افتح براكت. two a plus n minus one. ليه four d. كده كده الان احنا قلنا بخمسة. دول اول خمسة. تحت. اس تن. يعني n over two. افتح براكت. two a plus n minus one اللي هو تسعة دي. minus. اس خمسة. خمسة على الاثنين. افتح براكت. two a plus n minus one اللي هو اربعة دي. اللي اللي دي كلها بكام بهوف. ازن اصبح من حقي ان انا اخلي المسألة كالقاتي. اللي فوق دي خمسة على الاثنين. هاضربها في البراكتين. لما اضرب خمسة على الاثنين في اتنين تبقى خمسة ايه؟ لما اضرب خمسة على الاثنين في اربعة تبقى عشرة دي. over. لما اضرب عشرة على الاثنين في اتنين تبقى عشرة ايه؟ ولما اضرب عشرة على الاثنين في تسعة. ten over two اللي هي خمسة. خمسة في تسعة خمسة واربعين دي. يبقى بلس خمسة واربعين دي. مينس. خشيلي على البقين. خمسة على الاثنين في اتنين ايه؟ دي خمسة ايه؟ خمسة على الاثنين في اربعة دي. دي عشرة دي. كل ده equal half. الرب خلص. ليه؟ مانا بقى فوق معايا five a plus ten d. وتحت معايا يلا نجمع. عشرة ايه؟ مينس خمسة ايه؟ ادي خمسة ايه؟ ومعايا. خمسة واربعين دي مينس عشرة دي. خمسة وثلاثين دي. اللي لدي كلها بكامير رئيس بهال. كروس ملتبليكيشن. two by five a ادي ten a. plus two by ten d ادي 20 d. equal one في اي حاجة بنفس الحاجة. خمسة ايه زائد خمسة وثلاثين دي. امش قادر. تعبت يا جدعان. ten a minus five a ادي five a. Thirty five تروح بالmiins. يبقى minus fifteen d. equal zero. ادي امعلم المعادلتين في المجهولين. اروح اعمل دلوقتي مود five one. ويا رب ترزق. مود اكويجن one اللي هيحصل انا معايا ريس اول معادلة. واحد ايكول تلاتة ايكول اربعة وعشرين ايكول تاني معادلة خمسة ايكول مينس خمستاشر ايكول زيرو ايكول طلعي الاب اتناشر الحمد لله وديب اربعة اب اتناشر وديب اربعة اللي هي سي عشان بقى ما انقطرش الاربعين دول كفاية او عليكم كفاية ان انا ما بقاش شخص مفتري اربعين تشو زاية حلوين علشان نبدأ بقى برواقان اكسرسايز رقم اتنين اللي هو السيرس والسامبشن نوتيشن بص مبدأين كده في بعض المسائل كالكليتور على طول زي مثلا السؤال ده انت جاست هتستخدم الكالكليتور اللي هي شفت لوج وانا هعمل معاك هعمل الالة دلوقتي زي زيك بالزبط هروح عامل شفت لوج افتح بس الالة يا راحت فين في الكالكليتور ما شاء الله شفت لوج جاب لي علامة السامبشن وطلب طلعات حاجات يكتبوا عمل لي كده بالزبط اكسي اكوال كام وفوق كام وبراكت هنا اللي يكتب انا هكتب هنا اتنين زي ما هو كاتب وفوق خمسة وهنا ثلاثة فلما يبقى فيه هنا ثلاثة وتحت يا معلم اتنين وفوق يا ريسي خمسة هتطلع الاجابة اتناشر اي مسألة مباشرة احنا هنعملها كالكليتور فانا هوريك سؤال زي ده مثلا تكتبه ازاي انت هتعمل شفت لوج بيقولك بعد الشفت لوج زي زيك اهو تحت كام اقوله تحت واحد ارب وان فوق كام اقوله فوق تن فوق تن في البراكت الراجل بيقول لي هنا ار سكوير هكتبها اكس اللي هشفت براكت سكوير اللي قالتلي ثلاثة تمانية خمسة فدي لو في بريابل بكتبه اكس دي برضو تنفع كالكليتور تكتب تحت سبعة فوق تلاثة وعشرين هنا سري اكس اللي ما ينفعش يكتب على الكالكليتور انا هحلهولك استل ده كالكليتور حاجة مثلا زي ده برضو كالكليتور تحت وان فوق تن يعني باور اكس هنا استل دي كالكليتور هتحسب الحزبة دي كلها هيطلع لك رقم تجرب الاختيارات وتشوف الرقم احنا بقى نعمل ايه حاجة زي كده ده بداية شغلي بداية شغلي لو الراجل حطلك فوق ان مجهول ساعتها انت مضطر تبدأ تستخدم الرولز افكرك بقى سريعا بالرولز ار سكوير دي كان ليها رول عندي كان الرول بتاعة ان في in plus one في two in plus one over six الليلة دي كلها بكام fifty five معايا معايا هعمل cross multiplication ان multiply in plus one multiply two in plus one equal fifty five multiply six تعالي نشوف fifty five multiply six الليلة دي بكام 55 x 6 دي بتلتمية وتلاتين انا هعمل كده ايه هعمل كده امتى سوري هعمل كده لو طلب مني قيمة الان بس خد لبالك السؤال ده ادفع من كده السؤال ده ما طلبش value الان ومل هو قالك ايه قالك ان دلوقتي اللي مطلوب submission من R equal 1 لان نفس اللي هنا نفس اللي هنا وقالك R square plus 2 R minus 1 واحنا قلنا علامة submission تتجمع يعني ممكن اقول R equal 1 N R square لوحدها بلص انا وزعت علامة submission للR square submission من R equal 1 الى N 2 R minus 1 انت معايا انت مفروض معايا هو عايز ايه عايز اللي انت كدبه ده واخد بالك ان دي ب55 طب واخد لبالك ان دي ب25 55 plus 25 55 plus 25 صفر carry up واحد 5 27 18 تطلع الاجابة 80 كان سؤال بديهي قوي لو انت ركست انهم اديك السؤال والاجابة اصلا طي جي بيقول لك لو انت معاك علامة submission قول لي سعني يا واحدة يا رايز نجمعها من R equal 1 ل25 3 plus K R اللي لكلها بكام اللي لكلها بمية يلا نجمع submission من R الى 1 25 3 plus انا وزعت علامة submission notation من R equal 1 لحد 25 K R في الحصة قلت لك الكونستانت يطلع برا ومين اللي يفضل ال R اللي لدي كلها equal me ماشي مكمل معاك عايز اعرف اين اللي هيدور مادام مادام كونستانت اضرب بول في بعض 25 في 3 plus ال K ابوس ايه ده كوعة انساء ده المجهول الداخلين نحسبه ومادام R كان لها قانون كان ايه قانون ال R N اللي هي 25 multiply N plus 1 اللي هي 26 على 2 كل ده equal me مين المجهول الوحيد ال K تعال نحسب ال K مع بعض 25 في 3 ادي 75 plus احسب الحزبة دي 25 في 26 على ال 2 3 2 5 K equal me حاضر هوادي دي بالمينوس يبقى 3 2 5 K equal 25 هعمل 25 divided 3 2 5 وتطلع معايا 1 over 13 يبقى ال K فعلا بواحد عال 13 اللي بعد The sum of the positive multiple numbers بتاعت number 6 وللزان 100 يعني ايه The sum of the positive multiple of the number 6 مضاعفات الرقم 6 يعني ايه يعني 6 مين مضاعفات الستة 6 في 2 6 في 3 لهم 12 ايوة كمل معايا كمل معايا 18 واصغر من 100 مين اخر رقم يقبل الاسم على 6 اصغر من 100 جرب كده 99 على الستة ما نفعتش طب 98 على الستة ما نفعتش طب 97 على الستة لسه ما جاتش طب 96 على الستة ابلت 96 على الستة يبقى يبقى دي هي المالتبولز بتاعة الرقم ستة يا معلمي تقدر تجيب لي الان بتاعة الاريسماتيك سيكوانس دي اه ان اكوال ال مينوس ايه اوفر دي اللي هو ستة بلاس واحد هروح عامل كده بالزبط 96 ناقل ستة اوفر ستة بلاس واحد طلعه 16 رقم فعلا يبقى دول 16 رقم يبقى انا هعدي كم رقم 16 من الترم رقم واحد للترم رقم 16 من الترم رقم واحد للترم رقم 16 6 R ليه 6 R مضاعفات الستة هنا 1 بلاس 2 بلاس 3 بلاس 4 بيوزنج السمميشن نوتيشن اسألك سؤال أسألك السؤال يوحد الله هو أنا أجتبت لك الترم الأول بواحد والترم الثاني بإثنين والترم الثالث بثلاثة الترم إن بكام بإن يبقى الترم R بكام بإر واحد زي الواحد اتنين تلاتة يبقى لو اسمه إن أسمي إن لو اسمه R أسميه R يبقى أنا مسألتي الصميشن نوتشن هتبقى صميشن من R إقوال واحد أول ترم لحد رقم كام عشرين والمعادلة اسمها R يبقى من 1 إلى 20 R انت بتستكشف السيكوانس معايا طب بصلي ايه بصلي الترم رقم واحد بص بعضها في السيكوانس ازاي الترم رقم واحد والترم التاني والترم التالت يبقى الترم R R بور تو صح يبقى انا هجمع R بور تو من كم لكم من 1 ل 8 لان هما 8 انت بتستكشف الباترن معايا بصلي يا معلم بصلي المسألة زادية بقى الترم الأول بكامل الترم الأول ب2 والترم التاني ب1 والترم التالت بH والترم الرابع ب1 على ال4 1 2 3 4 والترم الخامس ب1 على ال8 هتقول لي صعب قوي استكشفلك الباترن دي يا مستر لانها بتلعب معنا هقولك انت لو فكرت شوية هتجابها بس انا هقولك الطريقة المثلة في الامتحان مبدأين هعزيننا استبعد دي مكملة لحد ايه هستبعد دي وهستبعد دي لان دي بدأ من 1 ل5 5 ترمات بس ودي من 1 ل5 5 ترمات بس اذا واحدة من الاتنين دول اللي مكملين للانفينيتي مين فيهم هتنفع هل هي هاف باور ار ولا هاف باور ار ما ينص تو اقولك انا طريقة بانتج النية اتعرفها حط مثلا 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 الارب تلاتة وتعالى نجرب الاختيار ده بصنا هعمل ايه هحط الارب تلاتة هاف حطت الارب تلاتة 3 مينص 2 يعني هاف باور 1 اللي هي هاف طيب انا اشمع ان اخترت تلاتة جي في بالي احوض بالترم التالت طلع هاف تعالى نحط الارب اربعة ونجرب هتنفع ولا لا حط لي كده الارب اربعة هاف 4 مينص 2 يعني هاف باور 2 تطلع لك كام ربع يبقى الترم الرابع فعلا بيطلع بربع ايه فيش يبقى هي دي الصميشن بتاعتك لو جيت تجربها هنا ما تنفعش ازاي حط مثلا الارب تلاتة هنا هتلاقيها هاف باور تلاتة هتطلع لك على الا وانوفر ايت هل الترم التالت وانوفر ايت لا فنزلك دي طريقة حل هذا الدرس في الامتحان طب بقولك ايه تعالوا نلعب اللعبة دي هتبسط قوي الترم الاول واحد في اتنين الترم التاني اتنين في تلاتة الترم التالت تلاتة في اربعة الترم الرابع اربعة في خمسة مابدائيا طريقة الاستبعاد مش تنفع هنا لان كلها مكملة للانفينيتي بس لو انا عرفت حاجة اسمها تي ار هبقى خلصت بص 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 واحد واحد واثنين ركز اتنين اتنين تلاتة تلاتة اربعة اربعة ار ار اصحى اوها تخفل عني الواحد بقى اتنين يعني بلاس واحد الاتنين بقى اتنين يعني بلاس واحد الثلاثة بقيت أربعة يعني بلاس واحد أربعة بقيت خمسة يعني بلاس واحد يعني R بلاس ون يا ولد اللعبة يا بتوع الماس يبقى الجنرال ترمي بتاعي اسمه R في R بلاس ون اللي هو أول واحد ودي طريقة استكشاف الترم وهتبسط قوي لو عرفت تجيبه بنفسك يعني مثلا لو أنا جي تقولتلك الترم الأول هنا 2 في 3 الترم الثاني 3 في 4 الترم الثالث 4 في 5 تعالوا نكتشف الترم مع بعض أنا اكتشفت حاجة الواحد بقى 2 يعني تعمل بلاس ون اللي 2 بقيت 3 زادت 1 الثلاثة بقيت 4 زادت 1 الR R بلاس ون تزيد 1 طب الترم الثاني اللي بيتضرب فيه الواحد بقى 3 زادت 2 اللي 2 بقيت 4 زادت 2 الثلاثة بقيت 5 زادت 2 الR لما تزيد 2 توبقى كام R بلاس 2 يبقى انت هتعمل R بلاس 1 في R بلاس 2 دور معاي اول واحدة واحنا بنبدأ من اول ترم لحد الفنيتي ترمس اللعبة دي شيقة جدا جدا والله شيقة تجي لعبها تاني تعالى الترم الاول 7 في 1 الترم الثاني 7 في 3 الترم الثالث 7 في 3 برضو لا ما حصلش دي 7 في 2 ها دي اكيد 7 في 2 انا بصلى حالك 7 في 2 والترم الثالث 7 في 3 بقولك ايه انا لو عايز اجيب التر هعرف حالا ازاي بص يا برنس واضح ان واحد معا واحد اتنين معاها اتنين تلاتة معاها تلاتة R معاها R مين ده 7 7 7 دي سبتة يبقى 7R طب هم كم ترم لو انت حرفها تقول لي لو انت حرفها تقول لي دول 20 ترم ليه الترم الاول 1 التاني 2 التالت 3 يبقى العشرين 20 دول 20 ترم يبقى انا بجمع من واحد الى 20 7R اوف اوف عالجمدان تعال معايا تعال معايا ده انا اسحلكوا صح لما اعلم بها اللي ربنا الترم الاول 1 في 2 في 3 تمركز صح والترم التاني 3 في 4 في 5 والترم التالت 5 في 6 في 7 تيجي نجيب الترم رقم R عن طريق متابعة حاجة بسيطة الترم الاول كتبنا 1 في 2 في 3 يعني اقدر اقول لك حاجة مش عارف هتيجي معاك سكة ولا مش تيجي سكة بس تعالى برضو نستكشف الباترن اللي بيحصل ان يوم ما جيت اتكلم عن الترم الاول بدأت بواحد زودت عليه واحد زودت عليه واحد لما جيت اتكلم على الترم التاني بدأت بكام 3 في 4 في 5 طب الترم اللي بعده بيسلمه 5 في 6 في 7 هل انت ملاحز ان كل ترم بيسلم الترم اللي بعده يعني ايه بيسلمه التلاتة سلمت التلاتة الخمسة سلمت الخمسة هتقول لي طب ما كده في مصيبة هقولك ايه هي هتقول لي مين الترم اللي قبل التر هقولك اللي قبله هو تي ار مينوس وان اكيد هل اقدر اجيب نكشة رقم واحد وانا ادتي اله انت بتاعها عامين وجدل الترم هيجي بقى واحد بقى ايه منعرف بقى الجامدة يقولك ايه طب ما نجرب الاختراط ما تحاولش تبوخ السؤال هو تجربة الاختراط اه هتوصلك بس ما تخليش السؤال يبوخ منك لان هو كده حلو والله حلو بيشغل المخ يعني بص بص هلعب معاك لعبة حلو قوي دلوقتي تي رقم وان هالف تي رقم تو وان اوبر فور تي رقم سري وان اوبر سيكس تي رقم فور وان اوبر ايت اكتشفت الفاترن ولا لسه انا لما اجيبتي ار متأكد من حاجة في وان فوق ما شاء الله عليك مكتشف رهيب اكتشفت ان الوان ده سابت فوق يبقى في الجنرال تيرم الوان سابت فوق اقولك اللي انا مكتشفه اشاور لك واخد بالك من اللي انا واخد بالي منه دي مضاعفاتها الوان باي تو طب تو باي تو فور طب سري باي تو سيكس طب فور باي تو ايت طب ارب باي تو يوالا اتنين ار يبقى واحد على الاتنين ار بس في مشكلة بقى هي واحد على الاتنين ار موجودة مرتين هنختار دي ولا هنختار دي فكر قبل ما ترد هنا قالك هتجمع لغاية عشرين هنا قالك هتجمع لغاية عشرة بس هتقول لي يا مستر ده نهب عشرين يبقى انا هاخد عشرين غلط هم لغاية عشرة بس انت ناسي ان التالت واحد على الستة الرابع واحد على التمانية العشرين او العاشر لما اجيب العاشر هيبقى كام واحد على العشرين يبقى هم فعلا الترم اللي ترتيبه عشرة هو اللي قمته واحد على عشرين يبقى احنا هنوقف عند العشر اه فيها تسيح دماغ اللي جاية دي فيها تسيح دماغ ليه بقى الاشرة النيجاتف اللي بتلعب الترم الاول نيجاتف هاو الترم التاني 1 over 4 الترم التالت نيجاتف واحد على التمانية الترم الرابع واحد على الستاشر انا ملاحظ حاجة تحفة في الباترن هتقول لي ايه اللي انت ملاحظه تحفة في الباترن ان في واحد فوق زي زيك الواحد بقى اتنين اللي اتنين بقى اربعة التلاتة بقى تمانية اللي اربعة بقى ستاشر هتجي تقول لي واضح ان انا عملا افكر معاك واضح ان التمانية دي انت كنت مكلمنا عنها الترم اللي فات واخد بالك ان التمانية دي اتنين باور تلاتة فاكر الستاشر اتنين باور اربعة الاربعة اتنين باور اتنين ده الترم الرابع اتنين باور اربعة الترم التالت اتنين باور تلاتة الترم التاني اتنين باور اتنين الترم الاول اتنين باور واحد الله دي اتنين باور واحد دي اتنين باور اتنين دي اتنين باور تلاتة دي اتنين باور اربعة الباور زي الوردر يبقى هنا هيبقى اتنين باور كام اتنين باور ار فهي هتبقى وان على تو باور ار اللي هي هتبقى تو باور نيجاتف ار لانها ما تطلع فوقها بل باور نيجاتف بس استنى ما تتصرعش استنى هتقول لي هنختار دي هقولك لأ تقول لي ليه ما هي حلوة ومكملة لانفينيتي واتنين باور نيجاتف ار اقولك انا احنا هنختار مين احنا مبدئيا مبدئيا معانا نيجاتف وان عامل ازمة ايه نيجاتف وان اللي عامل ازمة انت واخد بالك ان في الترتيب الود الترم الاول كان النيجاتف ظاهر في الترتيب الـ even النيجاتف اتشال في الود النيجاتف ظهر تاني في الـ even النيجاتف اتشال انا هعمل معاك دلوقتي حركة بانتج النية ايه رأيك ايه رأيك لو حطط لك النيجاتف هنا والباور فوق تقول لي ايه دا انت عملت كده ليه هقولك عملت كده ليه هو مش انت كده كده مقتنع من الـ exponential في الترم الاول ان الـ even بيشيل النيجاتف فالحركة دي هتخلي ايه لما الارض هيبقى even يشيل النيجاتف طب لو اود يسيب النيجاتف لو even يشيل النيجاتف فالروح مختارين الاجابة دي لا 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 كده الموضوع كبير قوي الموضوع محتاج منك كباية شاي علشان تقدر تستوعب الكلام ده وانا هشرحه تاني وزي ما قلتلك اللي هيحصل هو مجرد ان انت هتبدأ تعوض بالقرات وتستكشف الباترن واستكشاف الباترن مش هيكون امر سهل في البداية بس هنوصل في وقت من الاوقات ان احنا هنجيب الباترن صح ويبقى انتهى الهمورك بتاعنا عند مسألة عشرين ونتقبل فيديوهات جاية السلام عليكم